ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نهاردة نحضر مع بعض زي ما انتم شايفين كده قرص جميلة جدا جدا او بقى زي ما بتسموها عندكم بريوش بس على شكل قرص او اي حاجة بس هي دي معجنات حلوة جدا جدا وجميلة ممكن بقى تحشيها اي حشوات انت عايزاها زي ما انتم شايفين شكلها تحفة يلا بنا نشوف عملتها ازاي ونشوف المقادير والمكونات مع بعض عايز اقول لكم ان طريقتنا حلوة جدا وسهلة ومكوناتها ان شاء الله موجودة عندكم زي ما انتم شايفين عندي حوالي نص كيلو من الدقيق وعندي معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة انا هنا مستخدمة خميرة بيرة لو انت عندك خميرة فورية ما فيش مشكلة وعندنا رشة من الملح وعندنا كيس فانيليا ووحدة بيضة وكباية الا ربع لبن وعندنا نص كباية من الزبدة اللي هي سايحة بالشكل ده عايز اقول لكم ان الطريقة دي حلوة جدا ومعظم الطلينة بيعملوا المخبوزات بتاعتهم بيحطوا فيها بيض انا عمتل ما كنتش بعملها فيها بيض بس لما حطيت فيها بيضة اكتشفت الطعم روعة جدا في العجينة عايز اقول لكم ان هي تحفة جدا اول حاجة طبعا هنعملها ان احنا هنحط السكر والخميرة والرشة الملح والبيضة والفانيليا واللبن والزبدة مع بعض وهنقلبهم كويس جدا جدا تمام يعني احنا هنعمل السوائل لوحدها وبعد كده هنضيف الدقيق الخطوة دي مهمة جدا جدا ومن احلاء القرص اللي انا عملتها في حياتي عايز اقول لكم الجد جميلة جدا زي ما انتو شايفين بالشكل ده طبعا انا هختصر الفيديو وانا قلبت كل حاجة على بعض حطيت اللبن والزبدة والبيضة والفانيليا وكمان السكر والخميرة ورشة الملح وقلبتهم زي ما انتو شايفين بالشكل ده هبدأ اقلب فيهم كويس اوي لحد ما يديني لون افتح عن كده شوية هوريهوركو دلوقتي شايفين هو ده اللون اللي انا محتجاه في الوصفة بتاعتي بعد ما عملتها انا دلوقتي هاخد السوائل وهروح بيها على العجان وهنبدأ ان انا اضيف الدقيق لحد ما تبقى معي عجينة متماسكة بالشكل ده العجينة عادية خالص زي عجينة البيتزا طيب ما عنديش عجان يا اي اعملها في ايه تقدر ان انت تعجيني تحطي ديق واحدة بواحدة لحد ما تلم معاكي وايديكي ما يبقاش فيها ديق خالص لحد ما تبقى مسكة معيكي وبتبقى كويسة مش جمدة ولا طرية قوي بتديني الشكل ده طبعا هغطيها بستريتش واسبها تخمر حوالي ساعة وهرجع لها هنفردها مع بعض انا هنا بدأت ان انا اخد قطعة من العجين وفردتها كده بشكل دائري وقطعتها زي البريوش مسلسات بنقطع من نص اربعة تاربة وبعد كده بنبدأ نقطعها كنت عملتها معيكو في فيديو قبل كده هبدأ ان انا فيها الف دي فاضية كده عايزها فاضية وهكمان هحشي الباقي بالجبنة طبعا انا عملت القرص التانية حشيتها عملتها مدورة وحشيتها تدري بقى تحشيها عندك ملبن سكر تدري تحشيها عجوة وبما ان هنا دلوقتي في ايطاليا مفيش عجوة ففيه متوفر البلح اللي هو بيبقى مسكر ده اللي بناكله في رمضان فجبته وعملت عليه معلقة من الزبدة وبدأت ان انا احشيف القرص بتاعتي هوريها لكو بعد البريوش دوان انا بدأت ان انا هنا هقفل انا عايزة نين فاضيين بصراحة بالشكل ده هنقفلها عادي جدا جدا طبعا انا حبيت اوريكو البريوش دوان علشان ده اللي فيه تكات اما التاني بتكوريه عادي زي العيش وبتحشيه مفيش مشكلة خالص هنجيب بقى الجبنة بتاعتنا وهحشيها زي ما انتو شايفين بالشكل ده اي جبنة متوفرة عندي تمام بتاقطعيها بكل سهولة ما فيش مشكلة لو فضلت مسكة عندك كده هتمسكي الجبنة طبعا كتجمد عندي شوية طبعا انتو عارفين الشتة هنا فضيعة هنبدأ ان احنا نلفها بالشكل ده تمام كده بتبقى حلوة قوي وكمان خصوصا لو عندك بقى اطفال يعني عايز ياكل حاجة ما عرفش ايه الكلام ده كله ممكن كمان تديه لهم المدرسة او تفطري بيها انتو الصبح فبتبقى حلوة جدا جدا زي ما انتو شايفين جميلة قوي وزغنونة كده يعني مش كبيرة تقدري بقى لو انتو في مصر وولادك بيروح مدرسة او في اي دولة طبعا تحطيها لهم في اللانش بوكس او تديها لهم معاهم او لما ييجوا من المدرسة بتبقى حلوة جدا وبتسهل عليكي خلاص كده انا خلصت الكمية بتاعتي هوريكو بقى دلوقتي القرس العادية اللي انا عملتها انا عملتها بشكل دائري زي الكايزر العادي بتاخدي قطعة صغيرة خالص على حسب المقاس اللي انت عايزها بالشكل ده وانا حشيتها من جوه زي ما قلتلكو بالعجوة يعني مفيش عجوة طبعا جبت بلح وحطيت عليه معلقة من الزبدة وسبتهم على النار وهرستهم كويس جدا بالشوكة زي ما انتو شايفين ده بتقدري طبعا تحطيه في الخلاط لو انت عايزة او في الكبة وتفرميه يبقى انا عمين كده بس انا بحب تعمل بلح في القرس كده سبتها تخمر بقى حوالي ساعتين وهنا اول مرة هعمل سفار بيضة انا يعني انا كنت قرفوانة منه بس دلوقتي كسرت بيضة وخدت الزفار بتاعها وحطيت عليه كيس من الفانيليا لان انا كنت كلتها مرة على بريوش كانت ريحة الزفارة بتاعت البيضة مش حلوة جدا عشان كده كريتها بس دي ما علينا حطيت عليها فانيليا وطبعا رصيت وحطيت عليها سمسم بالشكل ده هتدخل الفرن على درجة حرارة 180 وهتشوفيها اول ما تبدأ معيك تحمر هتطلعيها من الفرن طبعا ما تنسيش ترش عليها مية وضغطيها على طول بفوتة هتبقى معيك ترية وحلوة جدا هوريها لكو دلوقتي ووريكو اول ما طلعت عاملة ازاي شايفين شكلها تحفة وطبعا ده بعد اما غطتها ورشتها ببخاخ مية بسيط جدا طبعا بتغطيها على طول عشان تبقى ترية معيكي ما تنشفش تمام شايفين ترية جدا وحلوة قوي انا بحبها بالشركلة ده يا رب تكون وصفتي عجبتكم ولو عجبتكم الوصفة ما تنسنيش في اللايك وشار وسبسكرايب للقناة